مرحبا بكم أحرفها عام 1925 ضمن ما وصف بالإصلاحات السياسية التي تلت انهيار الإمبراطورية العثمانية ويرى التربويون مشرفون على تعليم العربية للأتراك أن الدافع الديني والثقافي وراء إقبال الطلاب على العربية ورغبتهم في وصل حاضر بماضيهم اسمي محمد أنا أسكن في إسطنبول أنا من تركي أنا أتعلم اللغة العربية في جامعة أقان في قسم الترجمة أريد أن أكون مترجما إن شاء الله في المستقبل أنا بدأت التراسة اللغة العربية قبل سبع سنوات ندرس اللغة العربية مع صديقي في الجامعة أي درس ترجمة بالتجارة من العربية إلى تركيا أو بالأقس كيف الترس جيد أو ليس جيد جيد أنا درسة اللغة العربية لأنني أحبب اللغة العربية وكنت أريد أن أتعلمها أتعلمها بعد السانوية بدأت دراسة في الجامعة لأنني كنت أحب اللغة العربية جدا وأنها لغة مهمة للعالم وفي بلدنا في تركيا لا يوجد أناس كسر الذين يعرفون العربية أخطرت أن أتعلم اللغة العربية لأن هذه اللغة مهمة جدا وهذه اللغة اللغة القرآن اللغة الإسلام اللغة السياسية اللغة التجارية أيضا تم تأسيس القسم منذ سبع سنوات من خلال أستاذ دكتور جمال دميرجولو وأستاذ أطية أريد أن أكون مترجما إن شاء الله في المستقبل جيدا تأسست جامعة أوكان منذ تقريبا ستة عشر عاما بدأنا بتدريس اللغة العربية في قسم الترجمة إضافة إلى لغات أخرى جامعتنا من الجامعات المعنية بالترجمة في اللغتين العربية والتركية قسمنا أيضا يهتم باللغات الأخرى كاللغة الإنجليزية والصينية والروسية لكننا ركزنا اهتماما على اللغة العربية لأنها مرتبطة ارتباطا ثقافيا ودينيا وتجاريا بين الشعبين التركي والعربي وتظهر الأهمية لتعليم اللغة العربية من منطق الحاجة المسى للجمهورية التركية لمترجمين أكفاء في الترجمة وانصب هذا الاهتمام كي ندعم دولتنا لدينا أربعين طالبا وطالبا يدرسون في القسم وجميعهم يدرسون أيضا تخصصات أخرى بجانب التخصص الرئيسي وهو الترجمة بين اللغتين التركية والعربية أما ما يخص الكادر التعليمي لتدريس اللغة العربية فهم على مستوى عال ودراية كبيرة باللغة التركية وأغلبيتهم من دول عربية وننتقل الآن إلى الزميل عمرضية مراسل الجزيرة مباشر من داخل أحد المعاهد التعليمية في مدينة اسطنبول التركية ليلقي الضوء على إقبال طلبة الأتراك على تعلم اللغتية العربية تفضل عمر شكرا لك زميلي محمد السيدات والسادة مشاهدي الجزيرة مباشر أهلا بكم في هذه النافذة من مدينة اسطنبول التركية حيث نستطلع من داخل أحد معاهد تعليم اللغة العربية إقبال الطلاب الأتراك على تعلم اللغة العربية في السنوات الأخيرة والتي تأثرت كثيرا بالأحداث السياسية التي شهدتها تركيا منذ نشأة الجمهورية التركية في الربع الأول من القرن العشرين ومن صاحبها من إلغاء الحروف العربية وإغلاق المدارس العثمانية ثم عادت من جديد بتأسيس رئيس الوزراء عدنان مندريس لمدارس الأئمة والخطباء في بداية النصف الثاني من القرن العشرين والتي تأثرت أيضا كثيرا بالأحداث السياسية المتعاقبة ولكن مع بداية القرن الحالي شهدت اللغة العربية اهتماما كبيرا من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية وانتشر تعليم اللغة العربية في المدارس كما تأسست العديد من أقسام اللغة العربية والترجمة في الجامعات التركية للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نلتقي بالسيد عطية الله الشريف مدير معهد البيان لتعليم اللغة العربية والأستاذ المحاضر بالجامعة أكان أهلا بك سيد عطية والأستاذ علي مرضفان معلم اللغة العربية أهلا بك والطالبة نور نالجا الطالبة بالجامعة أكان أهلا بك نور واسمحوا لنا أن نبدأ بالسيد علي مرضفان سيد علي لو تذكر لنا بشكل مفصل تاريخ تعليم اللغة العربية بين الأتراك من المحلال في الربع الأول من القرن العشرين ولا الازدهار في بداية هذا القرن نعم أريد أن أشكر لكم على هذه الفرصة أولا طبعا أن الهكومات التركية اهتمت هذه المدارس جدا لأن هذه المدارس عندنا أهم جدا اهتمت الهكومات التركية بعد تأسيس الجمهورية التركية أسس مصطفى كمال أتاترك الذي كان الرئيس الأول في الجمهورية التركية هو أسس المدارس الأئمة الخطباء الأولى في سنة 1924 للتدريب رجال الديني المستنير هذه المدارس لكن هذه المدارس كانت تتكون من أربعة صف فقط فازدادوا عدد مدرسة الأئمة والخطباء في هذه السنة إلى 26 مدرسة بعد سنة واحدة طبعا إن الدولة التركية أرادت من هذه المدارس أن تخرج العلماء كمثل ابن سيناء وفارابي كمثل ذلك وهم درسوا الدروس الثقافية يعني الرياضيات علوم الأحياء والأدب يعني العلوم المختلفة مع الدراسة الإسلامية والنجاح هو الحمد لله وفي سنة 1950 وصل أدد هذه المدارس إلى واحد وسبعين في فترة حزب الدموقراطية رئيس حزب الدموقراطية شهيد أدنان مندرس رحمه الله وفتحت مدرسة الأئمة والخطباء في سنة 1975 ثلاثمائة إثنا وثلاثون عددا في فترة النجمة أربكان هو متبفى رحمه الله الذي هو كان رئيس حزب النظام الملي وطبعا ولما أتينا إلى هذه الفترة انفجر هذا الرقم يعني هذه الهكومة عادلة والتنوية هذه الهكومة اهتمت مدارس الأئمة والخطباء اهتماما كبيرا جدا خاصة الرئيس رجيب طيب أردوان هو تخرج من أئمة الخطباء في إسطنبول وهو اهتم هذه المدارس ازداد عدد المدارس كثيرا في تركيا في هذه الحزب في هذه الفترة مثلا عدد الطلاب ازداد سبع مرات في أحد عشر عاما في هذه المدارس في بلدنا الحمد لله وبعد أن يتخرجوا أن الطلاب بعد أن يتخرجوا أخذوا الوظيفة في أهم مناطق مختلفة من الدولة مثلا الرئيس رئيس الوزراء فقط أئمة للمساجد كل الوزار نعم أئمة والمساجد وأي ألوم الألوم الإسلامية الرئيس ورئيس الوزراء والوزير أي أي عمل أي عمل سيد علي يعني لو تحدثنا أكثر عن كيف تقومون بتعليم الطالب التركي اللغة العربية ما هي الخطوات التي تقومون بها من أجل تعليم الطالب التركي اللغة العربية نعم طبعا إن اللغة العربية أهم جدا عندنا لأن اللغة العربية لسان القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لسان ديننا يجب علينا أن أدرس الطلاب الطلاب اللغة العربية لسان القرآن الكريم والحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا نحن ندرس قبل أن ندرس يجب علينا أن نحب هذه اللغة أولا وبعد ذلك يجب علينا أن أدرس هذه اللغة أولا أولا نقوم أن أتعلم هذه اللغة بالحروف اللغة العربية لأن حروف اللغة العربية فرق بين اللغة اللاتينية واللغة العربية بالتلفظ وبأي شيء فبعد ذلك نبدأ أولا أن ندرس على هذا الطلاب القوائد اللغة العربية القوائد اللغة العربية باسعة جدا يعني نبدأ من البسيط إلى الصعب وعندنا ينقسم التعلم ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام التكلم الكتابة والفهم يعني يجب علينا أن أدرس أولا الكتابة يعني كتابة وبعد ذلك التفاهم وبعد ذلك يجب علينا أن نسمع نسمع صحيحا أو خطأا نعم سيد علي اسمح لي أن أنتقل للطالبة نور نالجا لتحدثنا هي عن تقربتها في تعلم اللغة العربية نور يعني لماذا أردت تعلم اللغة العربية ما هي هو الدافع الذي دفعك لتعلم تلك اللغة وما هي أبرز العقبات التي واجهتها أثناء رحلة التعلم لللغة العربية أولا أنا اسم نور أنا من مدينة إزمير أتيت إلى إسطنبول كي أدرس اللغة العربية في جامعة أوكان وإلتحكت بقسم الترجمة بين اللغتين اللغة العربية واللغة التركية ودرستها طول الأربع سنوات وتهرجت منها في صيف الماضي إحتارت اللغة العربية لأنني أدرقت أهمية تألم اللغة حسنًا اللغة العربية لأنها هي جسر التواصل بين تركيا وبينا عالم العربية كما أيضا هي اللغة الإسلامية بلا شك وها أيضا اللغة التقافة المشتركة وها اللغة المالية وآمال كانت بنسبة لأصحاب اللغة لأنها لا تنتهي مع نهاية المرحلة الجامية بل تستمر ونحن كأدرق نجيب أن نتعلم اللغة العربية بل كرات الكتب وهاكذا من تلك السعوبات كوائد أيضا كوائد اللغة العربية تحتلف عن كوائد اللغة التركية والكتب أيضا كتب التي نستعملها ليست كافية وهادسة أيضا نعم نوريا من خلال رحلات التعلم اللغة العربية بماذا تنصحين المتعلمين الجدود أنسهم بكراة كثيرا ومن صوف يكون من الجيد زيارة الدول العربية والجامعتها لتطوير مهارة المهادسة شكرا لك نور على هذه النصائح للمتعلمين الجدد وذكرك لنا لتجربتك في تعلم اللغة العربية واسمحي لي بالانتقال للسيد عطية الله الشريف سيد عطية أنت مواطني المملكة العربية السعودية لماذا توقهت إلى الاهتمام بتدريس اللغة العربية ولماذا تركيا تحديدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم على الاستضافة رقم الأجواء الباردة في مدينة إسطنبول ولكن يسعدنا أن نكون معكم هنا على هذه القناة العظيمة المتواجدة في كل أنحاء العالم والحمد لله طبعا سؤالك بجزئية جيدة بالنسبة لي من لم يواجه صدفة غيرت أو أضافت في حياته شيئا ما تمام فكلنا مرينا بهذه الصدفة التي تمر في حياتنا باستمرار وتجربتي في تركيا كانت تجربة بكل صراحة بمحظ الصدفة تمام ولكنها في إطار التعاون الأكاديمي والثقافي بلا شك حيث كنت متواجدا في أمسي عائلية خاصة وكنا نتكلم في وفي قضون الحديث يعني في أثناء المواضيع التي كنا نناقشها تكلمنا عن خروجنا للشارع وعدم وجود من يرشدنا باللغة العربية تمام لغلة المتحدثين بها في تركيا فتعرفت في تلك الفترة على الدكتور الأستاذ المساعد جمال دميرجيولو وهو وكيل عميد الكلية في جامعة أوكان فطرح علينا فكرة إنشاء وتأسيس قسم الترجمة بين اللغتين العربية والتركية وهو قسم يختص بالترجمة الشفوية والتحريرية فقبلت بتلك الفكرة تمام مبدأ الفكرة تمام ومن ثم بدأت بالتواصل مع بعض الأكاديميين وخاصة في جامعة الملك عبد العزيز لأنني متخرج منها فكانت لدي الفرصة بالعودة إلى جدة والتواصل مع الدكتور كان في تلك الفترة عميد كلية الأداب العلوم الإنسانية الدكتور أسامة للبروفيسور أسامة جستينية فتناقشت معه عن فكرة الجامعة في تأسيس القسم والحمد لله استجابوا للفكرة وشجعوني كثيرا وطلبوا مني أن أتواصل معهم في رأيك كيف ساهم الانفتاح التركي على الوطن العربي في السنوات الأخيرة وتحديدا على المملكة العربية السعودية والتعاون الكبير ما بين المملكة العربية والسعودية وتركيا أيضا النزوح موطنين كثر من سوريا التيقة الأحداث الأخيرة كيف ساهم هذا في نشر وتأسيس أقسام للغة العربية طبعا التعاون السعودي التركي ليس وليد الحاضر فجميع البروفيسورات الذين أسسوا قسم اللغة التركية في جامعة الملك سعود قسم ترجمة اللغة التركية وعلى سبيل المثال الدكتور البروفيسور جودة شقمجي والبروفيسور رحمي من جامعة أنقرة تمام وأيضا استقبال الجامعات التركية وطلب أكاديميين من جامعات عربية مثل جامعة أم القرى للتعليم في الجامعة ليس في الوقت الحالي لم يكن الآن كان من قرابة الثلاثين عاماً كان هذا التبادل الثقافي وما زال ولعل في الفترة الأخيرة تمام ازداد هذا الزخم مع وصول سدة الحكم حزب العدالة والتنمية الذي لم ولن يتوقف عن دعم اللغة العربية من خلال أيضاً إعطائه في مجالس البلدية في كل بلدية من البلديات هناك مجالس لتعليم الدين واللغة العربية مجاناً لجميع أفراد الشعب التركي والحمد لله نحن على تواصل مع الجانبين وخاصة الجانب التركي من خلال جامعة غازي التي أكون لها الاحترام والتقدير فتعرفت بها على دكاترة مختصين في تعليم اللغة العربية وكانت رسالتي أيضاً في جامعة غازي من خلال بعض الأسماء التي لا أريد أن أنساها لعل الدكتور البروفيسور موسى يلدز الأستاذ المشارك الدكتور محمد حقي سوتي وأيضاً الجانب السعودي عزوزني سيد عطية ولكن في النهاية في رأيك ومن خلال خبرتك في العمل على تعليم اللغة العربية ما هو مستقبل تعليم اللغة العربية في تركيا؟ مستقبل اللغة العربية في تركيا وتعليم الأتراك تمام إن شاء الله في ازدهار والحمد لله سوف يتعلم الأتراك لغة الدين تمام وسوف يتمكنون من قراءة القرآن باللغة العربية والحمد لله نحن على هذه المسيرة مع جهودنا المتواضعة والحمد لله سوف نصل إلى ما يريدون الأتراك في تعليم اللغة العربية إن شاء الله شكرا لك سيد عطية وشكرا لك على صدفتنا داخل معهد البيان نشكرك سيد عطية الله الشريف مدير معهد البيان لتعليم اللغة العربية والمحاضر بجامعة أكان والأستاذ علي مردفان معلم اللغة العربية والطالبة نور نالجة الطالبة بجامعة أكان شكرا لكم جميعا شكرا لك عمر ضياب مراسل الجزيرة مباشر ولضيوفك الكرام هكذا تبدو مشاهدين أحالة الإقبال الكبير على اللغة العربية في تركيا النافذة مستمرة وبعد الفاصل نتابع المعارضة المسلحة في حلب تتقدم بمبادرة إلى المجتمع الدولي لإنقاذ المدنيين المحاصرين في مدينة حلب والمعارض مستمرة ترجمة نانسي قنقر